موسيقى أسدى الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم نحييكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم في هذه الحلقة نتحدث حول المجلس المركزي لمنظمة التحرير وتحديات الإملاءات الأمريكية والصعوبات والعرقيل وما هو المتوقع من إنعقاد هذا الاجتماع الهام للمجلس المركزي لمنظمة التحرير هذه القضايا أخرى نتحدث بها مع ضيفنا في الستوديو سيدة اللواء جبريل أرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أهلا بك سيدة اللواء ومساء الخير لكم سيدة اللواء ومساء الخير للمشاهدين أهلا بكم إذن مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ بهذا الحوار مع ضيفنا في الستوديو اللواء جبريل أرجوب نذهب وإياكم لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء هذا الحوار ابقوا معنا وتابعونا قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني عقادت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماع عنها من في رام الله برئاسة السيد الرئيس محمود عباس مركزية فتح تداولت أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية وأبرزها جلسة المجلس المركزي وما يتوقع أن يخرج عنه من قرارات مصرية في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مجموعة من المواقف رشحت عن الاجتماع كان أهمها التأكيد بشكل نهائي على رفض الوساطة الأمريكية في أي عملية سلام وانتهاء دور واشنطن الدبلوماسي لدى الفلسطينيين إضافة إلى ضرورة العمل لإيجاد مرجعية جديدة للسلام تعتمد على الأمم المتحدة والإجماع الدولي بعيدا عن سياسة التفرد الأمريكية التي مورست لأكثر من 25 عاما اللجنة المركزية أكدت على ضرورة إنهاء ملف الانقسام بأسرع ما يمكن وتوحد الصف الفلسطيني في كل ما يحيط بالقضية الفلسطينية من أخطار كما ثمنت دور سيد الرئيس في التصدي لكل محاولات المساس بالثوابت الفلسطينية وعلى رأسها الكدس الشريف جلسة المركزية جاءت عشية اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الهام والذي من المتوقع أن يرسم معالم الطريق في المرحلة المقبلة وما يحمله من متغيرات على مختلف المستويات أهلا بكم من جديد مشاهديننا الكرام وبضيفنا في الستوديو سيدة اللواء جبريل الرجوب من سر اللجنة المركزية لحركة التفاة أهلا بكم مرة أخرى ومساء الخير لكم السيدة اللواء اجتماع المجلس المركزي انتظره أبناء شعبنا بشيء كبير من الانتظار والكل عول على نتائج هذا الاجتماع أو على ماذا يمكن التوصل له بداية أنتم في حركة فتح ماذا تريدون من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يعني أولا هذا الاجتماع يأتي في محطة مفصلية تاريخية وفي هناك مجموعة من التحديات تستهدف قضيتنا وتستهدف مستقبلنا ومنه نحن في حركة فتح نرى في هذا الاجتماع ويجب أن يكون هذا الاجتماع أيضا محطة تواجه كافة التحديات اللي بتستهدف هذه القضية احنا طموحنا أن نخرج ببرنامج وطني برنامج يمثل ويجسد الإجماع الوطني اللي فيه دولة وفيه حق تقرير المصير وفيه ضمان حق العودة وإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال هذا ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال النقاشات والحوارات اللي راح تكون على مدار يومين أنه احنا فعلا نخرج برؤية استراتيجية تعبر عن طموحات وتطلعات كل الفلسطينيين بكل أطيافهم السياسي وتحديدا أنه احنا فيه درجة عالية من المقاربة بين المواقف عن كل القوى السياسية يعني حتى اخواننا في حماس في ستة خمسة تحدثوا عن دولة في حدود السبعة وستين وعن شرعية دولية وعن حركة وطنية وإلى آخره فإحنا بنعمل أنه فعلا مخرجات هذا المجلس يكون لها علاقة بمشروع الإجماع الوطني اللي الأخ أبو مازن فعلا يكون عنده درجة عالية من الإسناد من خلال هذا الإجماع نعم وهو رح يتوجه إلى الأوروبا ويلتقي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وبعدها فيه هناك جهد لعقد جلسي لمجلس الأمن وبعدها عنده لقاء في الاتحاد الأفريقي ولكن احنا بدنا نخرج بمبادرة فلسطينية بموقف فلسطيني نعم فيه إجماع على الدولة وحق تقرير المصير وحقنا في عودة طيبا وحقنا كمان في المقاومة نعم ولكن يعني بمفهوم إلو علاقة بالحفاظ على هذا الإجماع الدولي على هذا الرفض الدولي لموضوع القدس نعم وقرارات الحزب الليكود وسياسة هاي الحكومة اليمينية الفاشية اللي بتسعى إلى إحداث تغييرات جغرافية وديمغرافية في كل الأراضي المحتلة عام سبعة ستين طيب ما هو موقفكم من عدم من إعلان حماس عدم المشاركة في أعمال أولا نأسف لعدم مشاركتهم ولكن مع كل ذلك أنا بقول وهذا قرارنا في اللجنة المركزية بالأمس وبالإجماع نحن نمد أيدينا لأحواننا في حماس وبنقولهم إذا كان الوحدة الوطنية لأنه أحد المخرجات المجلس لازم يكون فيه هناك قرار صريح وواضح مع آليات لإنجاز وحدة وطنية تقود إلى الشراكة فإحنا في حركة فتح بنقولهم إحنا متمسكين بالوحدة الوطنية كضرورة قصوة في هذه المرحلة التي تستهدف القدس والتي برأيي صار فيه هناك حتى ضغط أمريكي على كل العالم والإقليم لتمرير السياسي هذه السياسة الأمريكية اللي مرفوضة من كل الفلسطينيين فإحنا يعني بنقسف أنه إخواننا في حماس مجوش ولكن مع كل ذلك إحنا راح نسعى في هذا المجلس أن تكون المخرجات متناغمة ومنسجمة مع ما طرحوا إخواننا في حماس في ستة خمسة اللي العلاقة بالدولة حسب قرارة الشرعية الدولية العلاقة بحقنا في تقرير المصير وحق العودي وبنفس الوقت إحنا نرى في وهذا اللي هو كمان قرار المجلس الوطني تبعا الثمانية وثمانين نعم إحنا هذا اللي يعني الموقف تبعنا اللي راح نبني عليه سياستنا التنظيمية فيما بعد وإحنا راح نتوجه لإخواننا في حماس راح نروح لهم على غزة راح نروح لهم على الخارج وين ما بدهم كي نتوصل إلى مشروع نعم وطني في شراكي وهي شراكي مبنية على مشروع الدولي مبنية على مفهوم المقاومة وعلى مفهوم لشكل وطبيعة النظام اللي في الدكون في هاي الدولة في المستقبل وعلى أسس لبناء شراكي من خلال انتخابات ومن خلال عملية ديمقراطية فإحنا يا سيدي إدينا ممدودة ولن نتخلى عن مشروع الوحدة الوطنية ومنون إحنا راح نقترح في المجلس المركزي أنه يكون فيه هناك وفد لجنة إطار يتوجه إلى إخواننا في حماس لإسراع إنجاز عملية الوحدة وتحديدا بعد ما صار فيه هناك إلى حد ما يعني مقاربي والمسافات تلاشت بعد ما عملوا هم مراجعة سياسية وعملوا مراجعة تنظيمية وعملوا مراجعة عيدوليجية ولكن واضح أنهم إما هم بعضهم يتعرض إلى ضغط كي لا يأتوا أو يعني فيه ترسبات عندهم مش قادرين يجاوزوها أو هم مش مستوعبين أنه كلياتنا على مغصلة هذا الاحتلال اللي هو عدونا وعدوهم فإحنا بغض النظر يعني هم وخواننا في حركة الجهاد الإسلامي يعني إحنا كنا حابين أنهم يكونوا وإحنا كمان بنعتقد بأنه ذرائع اللي هم يقدموها يعني مش مقنعة بالنسبة لنا أولا الحديث والله عمله في الخارج يا سيدي قلونا وين هالهنوي هذه اللي موجودة عشان نروع عليها ما أنتوا عارفين الوضع وكل العواصم ما شاء الله إرادتها الله يساعدهم يكونوا بعونهم وإحنا أحرار في بلدنا وإحنا إرادتنا حرة في بلدنا وإحنا بنقول مش بس فرم الله حتى قادتنا اللي موجودين في سجون الاحتلال أعتقد بأنه إرادتهم حرة ومستقلة وخطأ إنه إحنا نهرب من بلدنا نروح أوكي مضبوط في بعض الإخوان بقدروا يجوا أو بقدروا شي يجوا مع إنه بالمناسبة يعني تم تأمين دخول ومشاركة كل أعضاء المجلس المركزي في حدود معلوماتي هذا إحنا رأينا وبعدين الحديث عن إطار القيادة الموقع هذا هما بيعرفوا إنه هذا مهمته مش يقود الشعب الفلسطيني هذا مهمته يعمل على تفعيل المنظمة وضمان مشاركة الجميع في المنظمة ومع كل ذلك إحنا كمان في هذا المجلس رح نطرح ورح نقترح البحث عن آلية لمشاركة الجميع وهذه الألية أو هذا الإطار يتابع تنفيذ قرارات المجلس المركزي وهذا الإطار بالإمكان تسميته يعني هذا من حق المجلس إحنا ولكن إحنا رح نقترح أنه أحد مخرجات المؤتمر يكون فيه هناك إطار تمثل فيه كل الفصائل بما فيها الفصائل اللي ما شاركتش سواء كان بالامتناع زي إخواننا في حماس أو في الجهاد أو اللي لظروف كمان يعني إخواننا في القيادة العامة في عنا فصائل كمان وجودة في السورية لم تشارك إحنا مستعدين يكون فيه هناك إطار يترأس الرئيس وهذا يتكون مهمته متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي واللي كما قلت إلا علاقة ببرنامج وطني فيه مبادرة فلسطينية نعم إنه الدولة الفلسطينية عنصر واجب الوجود الدولة الفلسطينية هي المدخل والمعبر الإجباري سؤال لك بهذا الموضوع نعم سؤال لك بهذا الموضوع لو أجبريل يرجوب يعني أين تتوجهون أنتم في المرحلة المقبلة هناك بصراحة إملاءات هناك ضغوطات أمريكية على القيادة عليكم إحنا بنقول لك ردنا ردنا يعني تكون مخرجات لهذا المجلس أولا موضوع الوحدة الوطنية وثانيا موضوع القدس هي عنصر الصدام العالم كله رفض لأسباب إلا علاقة بالشرعية الدولية لأسباب إلا علاقة بالدين كمان نعم وإلا علاقة بالقيم وبالأخلاق وبحقوق الإنسان فإحنا يجب أن نبقي القدس في واجهة الصدام ما بيننا وبين هذا الاحتلال وطبعا هذا في استحقاقات للمقدسيين وللمقدساتنا وللعقارات اللي موجودة وللمؤسسات اللي موجودة ولكن يجب أن تبقى القدس هي عنصر الصدام ويجب أن نبقى في مربع الشرعية الدولية لأنه إحنا بنحكي العالم أجمع في أسباب دينية وفي أسباب العلاقة بالشرعية الدولية لأنه في دول كمان خايف الأمريكان والقوي يوكل الضعيف والموضوع الآخر اللي إحنا كمان نتمنى أن يكون أحد المخرجات أنه إحنا نبلور رؤية استراتيجية وطنية ونتوجه إلى العالم اللي كما قلت إلى علاقة بالدولة وإحنا بتقديرنا حسب المعطيات اللي عندنا أنه أوهام الإدارة الأمريكية وإسرائيل بتمرير حل إقليمي بمعزلا عن الفلسطينيين ما سمعنا من العرب سواء كان في قمة عمان أو باتصالاتنا المباشرة أنهم هم متمسكين بالمبادرة العربية وهم مش رح يقبلوا لا بتعديل ولا بقلب المبادرة هذه كمان يعني إحنا بدنا نكون موحدين ومتماسكين وما في وسيط ولا في وصي علينا أو بيننا وبين المجتمع الدولي وإحنا كمان بدنا يعني إطار المرجعية لعلاقة بقرارات الأمم المتحدة وإحنا إقليمياً لعلاقة بالمبادرة العربية وإحنا بدنا إطار جماعي وعلى هذا الأساس قلنا الأمريكان اللي احتكروا العملية السياسية في المرحلة الماضية ما عديش هما لوحدهم يعني يمتلكوا هذا الحق إحنا بدنا المجتمع الدولي إحنا بدنا إطار دولي إحنا بدنا صيغة إلا علاقة بقرارات الأمم المتحدة أو صيغة ما إلهاش علاقة لا بسياسات ولا بمصالح مرتبطة كما حصل من جانب الإدارة مع هذا الاحتلال إلا الإدارة وضعت نفسها في موضع الشريك والراعي والحامي لهذا الاحتلال يعني هذا جوهر الموقف الفتحاوي واللي احنا نقشناه في اللجنة المركزية وأقرنا ونحن نتطلع فعلا وأنا مرة ثانية وثالثة بقول احنا نأسف أنه إخواننا وكنا حابين يكونوا معنا وإحنا بنقولهم أنه أحد أهم أسباب توفير الصمود لأهلنا في القدس اللي هم في الخط الأول ويتعرضوا بشرا ومقدساتا وإلى آخره إلى كسر إرادي وإلى نفي وإلى إذابي أحوج ما نكون كل يتنى أنه فعلا نتوحد ومع كل ذلك إحنا لن نيأس وإحنا رح نستمر في جودنا وكما قلت إحنا مباشرة بعد المجلس المركزي رح نحمل قارات المجلس المركزي وقارات المجلس المركزي لن تكون بعيدة عن الرؤية الاستراتيجية لطرحها الأخ أبو مازن في اسطنبول واللي وقف على يسار الجميع مع أنه لم يتشاور مع أحد يعني هو فقط مع الطاقم المستشارين اللي حوله ويمكن هو خمسين في المئة من خطابه من قلبه ارتجالا واللي بعكس قناته هذا هو اللي إحنا يعني رح نشكل خارطة طريق إلنا وأعتقد بأنه الجميع فلسطينيا وعربيا ودوليا أثنوا على ولم يكن هناك أي نقد من أي أحد هذه الروحية اللي إحنا بنحاول نمررها في مجموعة من القرارات في هذا المجلس كي تكون خارطة طريق إلنا كي تكون بوصلي ومؤشر لكل الفلسطينيين ويحملها الأخ أبو مازن والقياد الفلسطيني فمن هنا إحنا كمان ما عندنا مشكلة أنه أحد مخرجات المجلس المركزي يكون فيه هناك إطار برئاسة الرئيس يتابع تنفيذ قرارات التي سيتتخذها المجلس المركزي عشان ما يقول لك نفذت وما نفذت وإلى آخره لنلتقي جميعا ونتوحد على البرنامج اللي فيه أهداف وفيه آليات وأحد هذه الآليات اللي هو إطارا وما يظل يقول والله يجتمع الإطار لتعرفهم بأن هذا كان الإطار طب هذا إطار من المجلس المركزي يعني لو كانوا موجودين وأحد المخرجات وأنا بقول إحنا مقتنعين بهذه الفكرة ومقتنعين بأنهم لازم يكونوا معنا مقتنعين أنه إحنا هدفنا الدولة وهدفنا إنهاء الاحتلال وإحنا برأينا وما بدنا ندخل بتفاصيل أنه الأسباب سوء كانت أسباب عندنا وكمان فيه ناس عندهم مالهم مش مصلحة اللي عمل الإنقلاب بال2007 بالتأكيد بشعر بعقد الذنب وبعمل مراجعة ولكن واضح أنه لا البعض بدي يكرس ويبقى على صالح مين فإحنا بدنا ندخل في هذا الموضوع إحنا بعد مباشرة نروع عليهم على غزة مستعدين نروع عليهم في الخارج وين ما بدهم ونلتقي إحنا وإياهم ونناقشهم في قرارات المجلس المركزي وقرارات المجلس المركزي لن تكون بمعزلة عن قضيتين حديثا ما قيله في إسطنبول وسيرتكز على قرار المجلس الوطني سنة 1988 اللي هو كان مشروع الإجماع الوطني واللي كان فيه على الإجماع الوطني واللي كان فيه دولة وكان فيه حق تقرير المصير وفيه حق عودي وفيه حق المقاومة وإحنا في ذلك الوقت كلنا شجعنا وعززنا فكرة المقاومة الشعبية المقاومة اللي كل الشعب الفلسطيني نعم وإحنا كمان في هذا المجلس يجب أن لا يجرنا نتنياهو إلى مربع الدم ومربع مع أنه يعني إحنا بدنا نحكي من عقولنا بدنا نحافظ على هذا الإجماع الدل أنه في ذلك الوقت أمريكا والعالم كله اتعامل معنا واعترفوا بالدولة الفلسطينية وفي قاعدة وهسعتلاها أوسلو وإفرازاته والعلاقة مع الإسرائيليين والاحتكار الأمريكي وبعض التداخلات هنا وهناك هذه كلها تخضع للمراجعة في هذا المجلس المركزي نعم ولتتشكل لجنة قانونية كمان تعمل مراجعة في كل شيء إحنا في الثمانية وثمانين القرار المتمسكين فيه هو قرار اللي كان مشروعنا وكان برنامجنا واللي أجمع عليه كل الفلسطينيين بكل القوى السياسية وما عدا قابل للنقاش وقابل للمراجعة طيب الإدارة الأمريكية حاولت مقايدة الموقف السياسي بالامتزاز المالي ذهبت لموضوع المساعدات مع الكونجرس ذهبت لموضوع الأذر هو معلش هو واضح أنه هم رايحين باتجاه انهاء الفكرة أن تكون هناك دولة فلسطينية نعم يعني كمان انت شوف الكتاب هذا تبع مايكل الغضب والنار هو واضح أنه الترثر وأنا أعتقد أنه صحيحة أنه مم رايحين إلى دفن فكرة الدولة الفلسطينية هو هذا يجعل مسؤولية كمان حتى موضوع الوكيل حتى موضوع الاستيطان هو يشجعه هو يرعاه هو أعطى دوء أخضر لنيتنياهو أنه يفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات التي هي غير قانونية وغير شرعية والموجودين فيها بصر يعني يفكر حتى الأمريكان أنه يعطيه لا تشجيع ولا فواضح أنه هو بده ينه هذا الموضوع بحسن إحنا السؤال مش ترام شو بده وشو بعمل واضح شو بده الإدارة الأمريكية واضح شو بده إسرائيل إحنا الفلسطينيين وإحنا ممر إجباري وما حدا بقدر يعمل شي إذا لم يجدوا هناك غطاء فلسطينيا وعربيا لتمرير هذا المشروع ومن هون إحنا فلسطينيا إذا كان حتى اللي ما إجياش على المجلس المركزي أو البعض ما بتعرف في ناس يعني قاعدين حتى بزيدوا حيصرنا وإحنا عارفين يعني أنه مواقفهم غير هيك ومرروا غير هيك وإحنا بدناش نفتح جروح فإذا كان البعض بدي مقدم أراق اعتماد بمعزل عن فتح وعن المنظمة وعن مشروع الإجماعي الوطني أنا بأعتقد هو شعبنا رح يحاكمه ورح يحاصره سواء كان فلسطينيا أو عربيا لأنه الإدارة الأمريكية بدها غطاء عربي والغطاء العربي بده غطاء فلسطيني نعم فمن يقبل على نفسه أن يكون في مربع الأمريكي الاحتلال ومربع إنهاء الدولة الفلسطينية فإحنا فعشان إحنا بأخلاقنا وبقناعتنا وبمفهومنا للوحدة الوطنية وبمفهومنا إنه حماس والجهاد جزء من النسيج الوطني كما قلت لك إحنا بنمد إيدنا ورح نستمر بنفس الوقت قرارات المجلس الوطني هي رح تنسجن بالمطلق مع كل ما قالوا بالسر وبالعلن وبنفس الوقت إحنا رح نبحث عن آليات إنه الكل يتبع أو يكون في إطار لمتابعة نعم تنفيذ قرارات المجلس المركزي وهذه القرارات ستكون ملزمة وإحنا نتمنى أن تكون هذه القرارات بالإجماع في المجلس المركزي إلى خطوات ملزمة كما تفضلت فيما يتعلق تحدث عن دعم وإسناد المقدسيين على أرضهم وترابهم وهذا الثرى المقدس ولكن هل مسؤولية تعزيز صمود مقدسيين فقط هي فلسطينية ليس الأولى بالعرب أن أقدمه أنا بأقول لك إحنا رح نطرق كل الأبواب لتوفير كل أسباب الإسناد والدعم والصمود والصمود لأهلنا وشعبنا المقدسيين اللي بيعيشوا ظروف يعني بالتاريخ ما حصلتش إلا إذا حصل في معسكرات النازيين اللي بيصير في القدس ودد المقدسيين أمر غير مسبوق فهذه مسؤوليتنا ولكن كمان مسؤولية العرب ومسؤولية المسلمين وهذا يعني أحد الملفات اللي يفترض إحنا كلنا نحمله ونتوجه إلى العالم وكمان القدس بدها مرجعية واحدة مرجعية وطنية مش بدها عشرين دكان يعني فيه كثير من المسائل أنا باتقد أنه هذا المجلس لازم يوقف عندها واللي أهم اللي أحد بنودها إلا علاقة بالقدس وتوفير أسباب صمود إليهم وبنفس الوقت العمل مع الإقليم ومع الخارج لضمان كل مقومات الإمكانيات المادية لهم حاج إليها ولكن وفق مرجعية مقدسية مرجعية وطنية موحدة إسلامية مسيحية وما حدا يعتقد بأنه بدون هيك إحنا بنقدر نحافظ على هذا المناخ وهي البيع وهذا أنا بأعتقد كما قلت رح يكون في يفترض أن يكون دمن مخرجات المجلس طيب البعض رفع سقف التوقعات من نتائج هذا الاجتماع الهام كثيرا مثل شو مثل شو يعني يضع حل لكل القضايا في السلام سمحلي إحنا بدنا نعمل مراجعة أقول لك بدنا نحدد علاقتنا مع الاحتلال نعم بدنا نحدد دور السلطة وظيفة السلطة في المرحلة القادمة ولكن إحنا مش رح نقول والله إحنا يعني بدنا نحل السلطة وبدنا نحل السلطة بالنسبة وهناك بتحدث عن اتفاق أوس له مثلا طبعا لازم يناقش طبعا موضوع الاعتراف إحنا بدنا مراجعة في موضوع الاعتراف إحنا في الثمانية وثمانين اعترفنا في إسرائيل في حدود 67 نيع إذا الإسرائيليين ما بدهم يعترفوا فينا في حدود 67 وحقنا في إقامة دولة بالتأكيد كمان المستمع الدولي هذا بده يفهم نعم ويطالب إسرائيل نتحدد حدودها والموضوع كمان بالنسبة أنه يفترض أن يكون مهم هو موضوع يا سيدي بدنا نطرح بشكل واضح الرفع الشرعية عن الاحتلال ورموزه وانتشاره في أراضينا وعلى أراضي الدولة الفلسطينية لأنه كمان إحنا بدنا نبقي بدنا نبقي ليش أنا بقول لك قرار الثمانية وثمانين لأنه قرار الثمانية وثمانين العالم كله اعترف فينا والعالم كله اتعامل معنا فإحنا بصير إش نخرج من مربع الشرعية الدولية الشرعية الدولية اعترفت بسرائيل في حدود 67 إذن إحنا والعالم لازم نشوف آليات لإسقاط ورفع الشرعية عن كل عناصر الاحتلال اللي موجودة اللي فيها استيطان اللي فيها جيش اللي فيها تهويد اللي فيها يا سيد العزيز ضمس لكل المعالم سواء بالبعد العربي ولكن ببعده كمان الديني اللي فيه مسلم وفيه مسيح فهذا كمان يفترض أنه يكون أحد مخرجات يعني أنا بقول لك إحنا المحددات الأساسية اللي بنراها إلى علاقة بالوحدة الوطنية إنها ضرورة قصة ويجب أن نستمر وراح نستمر وبنتمنى أنه تتشكل لجنة من المجلس المركزي تتوجه إلى أخواننا في حماس أنه تعالوا يا أخي تعالوا لوين راحين أنتوا شو بدكوا على مين مركنين أنتوا وبأية حق أنتوا بتعملوا بتعملوا ونفس الشي الموضوع الآخر له علاقة بالقدس يجب أن تبقى عنصر الصدام ويجب أن تبقى في الواجهة وإحنا كلهاتنا نصطف على قلبي رجل واحد لإسناد القدس والمقدسيين وهذا كمان له احتياجاته وبده كمان بعض الآليات التنظيمية الموضوع الآخر اللي العلاقة بهذا الإجماع الدولي هذا الاستفاف الدولي هذا الرفض الدولي بدنا إحنا نحافظ عليه من خلال أنه إحنا نبقى في مربع الشرعية الدولية ولكن كمان إحنا مع الإقليم إحنا بسرش واللي سمعناه بالعلن وإحنا بنقول اللي سمعناه منهم مش اللي سمعناه عنهم ولا اللي الآن نوف تعرف كمان في مشاكل ما شاء الله أخواننا العرب الله وكيلك كل واحد فيهم ما رحمين بعضهم فإننا بدنا القضية الفلسطينية تعيش بحياد إيجابي عن خلافاتهم وتناقضاتهم ولا حدا يعمل علينا وصي ولا حدا يعمل علينا يعمل واسطة لأنه في المبادرة العربية هي لتجمعنا وتوحدنا وقرارات القمم العربية حتى في موضوع القدس اللي لما بيقن عمل قراره قالوا أي دولة إحنا رح نعمل كذا وكذا وكذا فإحنا لا نطالبهم بأكثر مما توافقوا عليه كويس ومن هون إحنا يعني هذه المحددات اللي رح تحكم نقاشنا ولكن ربما بعض القرارات ستذهب إسرائيل لاتخاذ إجراءات عقابية الإدارة أمريكية ذات واخت قامت بإجراءات مثلها هل سيكون خطط بديلة مثلا إحنا خططنا البديلة واحدة الصمود 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 المقاوم البقاء على أرضنا الإصرار على حقنا التمسك بالشرعية الدولية اللي بدأت تحميني لأنه إحنا لما بنيجي بنقول بدنا نعمل مقاومة شعبية وإحنا لما بنيجي بنقول إحنا بدنا نتمسك بالشرعية الدولية وإحنا بنقول بدنا نرفع الشرعية عن الاحتلال عن هذا السرطان الخبيث عن هذا السلوك اللي فيه نازية وفيه عنصرية وفيه فاشية والعالم معنا احنا بالتأكيد رح نوصل لمرحلة انه نواخذ اجراء العلاقة بالدولة تحت الاحتلال العلاقة بحماية دولية ولكن هذا يبدأ بقرارات في المجلس المركزي تراكمات تقييم ومن ثم اتخاذ قرارات اذا احنا توافقنا على انه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يسبح في الفضاء الوطني وهذا الفضاء الوطني بده وحدة وطنية فيها استراتيجية تقر بالشرعية الدولية فيها استراتيجية عندها مفهوم واحد لمقاومة مؤذية لهذا الاحتلال واحنا في هذه المرحلة بنقول انه المقاومة الشعبية لكل الشعب الفلسطيني واللي طابعها سلمي بالرغم من عنف الاحتلال وعدوان الاحتلال بس كمان احنا يعني نفكر بعقولنا وبنفس الوقت يكون عنده مفهوم لدور الدولة في الاستقرار الاقليمي ومساهمته في السلم العالمي ومكافحته ورفضه لأي مظاهر فيها عنفه وفيها 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 مستقبلا احنا ما بدنا دولة زي طالبان احنا بدنا دولة دموقراطية ودولة فيها قانون وفيها 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 وإلى آخره وكمان الفضاء الثاني هو فضاء الاقليم واللي له مصالحه في الاستقرار في الامن في الكذا واللي اليوم هو ما احد على المبادرة العربية واللي اليوم هو ما احد على القدس وما احده بقدر ولا احده بطلع له ولا احنا بصير نسمع الموضوع الثالث هو لهذا المجتمع الدولي المجتمع الدولي محكوم بمصالح محكوم بقيم ولكن محكوم بشرعية دولية خلي هاي الفضاءات الثلاثة تكون مجندي موحدة لصالحنا ومن هون احنا مرة ثانية كنا نتمنى ان يكون الجميع في هذا المجلس المركزي لنخرج باستراتيجية وطنية ونطرح مبادرة فلسطينية في وجه ما قدموا ترامب وفي وجه ما يقوم به نتنياهو سواء كان بتمرير قرارات في الكنيست بتاعه أو الحقائق اللي قاعد بيفردها بقوة القوة على اراضينا وعلى اراضي الدولة الفلسطينية اللي كل العالم بقول دولة فلسطينية فاحنا يجب ان لا نخطئ اطلاقا في التكتيكات وما نقع في مربع نتنياهو نحاول نحافظ على حالي من الانسجام والتناغم ما بين الفضاءات الثلاثة الفضاء الوطني اللي فيه برنامج باهداف واضحة بآليات متفق عليها والفضاء الاقليمي اللي يجب ان يكون محكوم ايضا بمصالحه واستقراره وامنه بالمبادرة العربية والفضاء المجتمع الدولي والعالم اللي محكوم بمصالح بقيم وبالشرعية الدولية طيب تابعنا سيدة اللواء المجتمع الدولي في مجلس الامن في الجمعية العامة وكهناك موقف منحاز للحق والشرعية الدولية المتمثلة بالحق الوطني الفلسطيني وعدم اجهة تغييرات في القنز الان ربما يسأل سائل كيف بالامكان ترجمة هذا الموقف هذا الاجمع الدولي ترجمة على الارض ايه بظلل هلا احنا نحصن جبهتنا لانه كمان بدك تأخذ في حسابك انه اميركاي والادارة الامريكية تحاول تمرير موقف في اوروبا في افريقيا في اسيا وين ما بدك بدناش ندخل بالتفاصيل بتبني موقف الادارة الامريكية نعم انه يعني انتظروا مفاجأة القرن انتظروا كذا الى اخره لا تتسرعوا شاست هذا الكلام لا يعنينا هذا لا يعنينا ولا يستهوينا احنا كفلسطينيين نعم فيا سيد العزيز احنا ما انه شو هما بعملوا شو بفكروا طبعا وواضح يعني كسر الجرة نعم نتنياهو على مدار سنوات حكمه وهو يتصرف انه الضف الغربي اسمها يهودة والسامرة يعني كلمة فلسطين لا تذكر لا في وثائقهم ولا في 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 وعيهم كمان لا احنا موجودين هون واحنا ما في امامنا واحنا موجودين خمس مليون فلسطيني موجودين من السبع وستين الان السؤال احنا شو بدنا اذا احنا تصرفنا بعقل بحكمي وانا بقول لك يعني اللي عم بصير فينا يعني هم هذاك اليوم فضحوا الدنيا على هذا المستوطن هذا بتبع اللي صار قبل قبل ثلاثة ايام والله ما تقول اللي هو الام تيريزة طيب يا رجل انت روح شوف تاريخه شوف تاريخه هذا موجود على ارض خاصة بقوة القوة غصبا عن كل العالم ويعتدي على الفلحي وعلى زيتونهم وعلى اغنامهم وعلى احيانا يعتدي جسديا عليهم طيب يا اخي حتى يا اخي انت بتقبل اخوك مش عدوك يعمل فيه كيك ايش بتوقعوا هذولا ايش بتوقعوا قال لماذا لم يشجبوا لا يا اخي لا يا اخي يا اخي شوفوا جرائمهم وشوفوا ارهابهم وشوفوا اللي بصير وانا بقول لك احنا قدامنا فرصة تاريخية هذا اللي جمع اللي اتحدثت عنه ما نخسروش لانه كمان هم حيمارسوا ضغط وانت بتعرف انهم هم كانوا مقنئين العالم انهم ضحية واحنا المجرمين اليوم الاوروبيين روح في الشوارع بقول لك هذولا عبئ علينا عبئ ومسؤولية المجتمع الدولي انه شيل هذا العبئ عننا فيا سيدي ليش احنا نكون كبش في دا ليش احنا ندفع وعم نسدد فاتورة اللي صار معهم اللي في الاربعينات مش احنا اللي عملنا لا احنا ولا انا لا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر اليوم هذا الاجماع اللي اتحدثت عنه وهذا اللي احنا بدنا نحافظ عليه وبدناش نخسره وانا بقول لك بدناش احنا ننفعل لانه كمان انفعالنا بخسرنا ومرة ثانية وثالثة انا بقول لك برنامج الدولة برنامج المقاومة اللي علاقة بالشرعية الدولية واللي كل الشعب الفلسطيني بشارك فيها هي اللي بتبقي وصدقني هي اللي بتحاصر هذا الاحتلال حتى المجتمع الاسرائيلي منقسم المجتمع الاسرائيلي لازم يشعر بانه هذا الاحتلال هو سرطان خبيط في جسده وهذا لن يكون الا بفكر في عقلانية وفي واقعية نعم وانحنا لا بناستسلم وما حدا يعتقد بانه هذه الحركة العملاقة العظيمة الفتحوية ممكن انه حدا يحتل ارادته وانحنا بنعقد مجلسنا المركزي في رامالله وفي القدس وحتى داخل سجون اسرائيل بالزنزين بارادة وطنية فلسطينية مستقلة وحرة ولا حدا اشترى ارادتنا ولا حدا بقدر يشتري ارادتنا لا بالجغرافيا ولا بالمال ولا بتقييد حركتنا طيب كيف تنظرون الى الشارع الفلسطيني الذي منذ اللحظة الاولى وقبل اعلان ترامب بايام كهناك حديث عن نية ترامب الاعلان عن الكدس عاصمة لدولة تحتلال وكهناك الرد الشعبي المسيرة الشعبية السلمية في كل الوطن يعني اولا بالتقديري هذا الرد تلقائي حصل في فلسطين وحصل في معظم الدول الاسلامية والغير اسلامية في العالم صحيح احنا برضو نتمنى انه يصدر قرار من هذا المجلس صريح وواضح بتبني المقاومة الشعبية وتشكيل قيادي عليا وقيادات ميدانية تنظم تؤثر تصمم ايقاع لمواجهة كل انشطة الاحتلال اللي هو عدونا وعدو الاسرائيليين اللي بفكروا انهم يعيشوا بامن والسلام وعدو الاقليم اللي بفكر انه له مصالح وعدو المجتمع الدولي احنا بنعمل انه كمان هذا يتم تبنيه في المجلس المركزي ويصدر قرار لكل الفلسطينيين وما نقعد يعني وانا بتمنى من كل اخوان ما احد يقعد يزايد عنه كمان في احد يقول لك ويعمل واللي بقول لك يالله ضف ثوره واللي بقول لك يا قدس نطفضه واللي وكذا كل واحد فينا في الخيم اللي هو موجود فيها يسعى الى خدمة هاي القضية وخدمة هذا الهدو واحنا علنا انا بقول لك احنا في اللجنة المركزية وعلى الله اصلا لك ابو مازم بنحكي في دولة فلسطينية كاملة السيادي على حدود عام 67 بما فيها القدس حسب الحدود مش بمقاس لا نتنياهو ولا بمقاس ترامب والموضوع الاخر اللي احنا كمان بنقوله بنقول انه احنا بدنا وحدي وبدنا شراكي مع كل القوى السياسية هذا هو قرارنا وهذا هو تصورنا والمقاومة بالنسبة اننا خيارا استراتيجيا فتعالوا خلينا نقرس مجلسنا المركزي نعم انه احنا كلياتنا اللي في الشتات وين ما هو بقدر يفعل يدخل في الاحزاب يحكي عن حقه في العودة يقنع الرأي العام يشكل وعي المجتمع الدولي لمحاصرة هذه العنصرية الفشية واللي موجود في فلسطين اللي محتل احنا اللي موجودين هون احنا بنطالب الحرية والاستقلال والبقاء صمود مقاوم والمقدسيين يجب ان يبقوا لانه هذولا هم عظمة وقوة القدس واهلنا في الثمانية واربعين اللي كمان شركائنا يناظلوا بمنطق المساواة لانه هاي كمان بتحاصر هذا الاحتلال العنصري واذا احنا عملنا بهذه الروحية بهذه الوسيلة صدقني احنا قادرين على تعارية هذا الاحتلال سيكتشف العالم انه هذا الاحتلال عنصري فاشي وهو نموذج مشوه لما حصل من فاشي ونزي في اربعينات القرن الماضي وفي هاي الحالي المجتمع الدولي سيقف اللي صالح وانا مرة ثانية اتمنى من اخواننا اللي مجوش على المجلس المركزي انهم هما يعملوا مراجعة ويشوفوا شو قرارات المجلس المركزي ويأخذوا موقف وفق ما قالوا سرا وعلنا سواء كان في موضوع الدولي او في مفهومهم للمقاومة او مفهومهم ايمانهم اذا كانوا يؤمنوا بموضوع الشراكي من خلال صندوق الاختراع ويحاكمون بناء على القرارات والآليات اللي راح تشكل فعلا برنامج اللي كنا لانه كمان احنا يعني انا سمعت بعض الاخوان بقولك والله احنا بدنا نحاكم الاخ ابو مازا انا بقولهم هذا الكلام عيب من حقه انكم تنتقدوا ومن حقه انه انتم تمارسوا كل عناصر الضغط ولكن بلغة فيها درجة عالية من الحنان والحب والاحترام لتاريخ حركة فتح لانه الاخ ابو مازا هو رئيسنا في حركة فتح واحنا كلنا معه ولن نسمح بان يمسل الاخ ابو مازا وثانيا الاخ ابو مازا هو رئيس الشعب الفلسطين بالانتخاب واحنا مستعدين بكرة نعمل انتخابات وما عندنا مشكلة وبالعكس تعالوا خلينا خلي المجلس المركزي يحدد يوم لانتخابات حرة ديمقراطية واحنا مستعدين نحترم نتائجها مثل ما احترمنا نتائجها المرة الفاتت وسلمناك السلطة يا اخوان وما حدا يعتقد بانه تكفير الناس وتخوين الناس وشتم الناس بخدمه والموضوع الاخر كمان انا بقول لشعبنا الحذر الحذر في هناك خلايا قاعدة في تلبيب وبتفكر للتشويه والشيطني لكل واحد فينا وانت شايف كل الهجوم على فتح وعلى قيادة حركة فتح وكأنه الاخرين يعني بتعرف كل يوم سبت الله وكيلك ايديهم بشر ما شاء الله تمايزوا عن هذا الاحتلال اللي هو فعلا بدي يكسر ارادة هذا الشعب وبيدي يكسر ارادة قيادة هذا الشعب نعم فحتى اذا عنا نقد وعنا ملاحظات نعم في قرارات في المجلس المركزي المرة فاتت لم تنفت وراح الاخ ابو مازل يعمل مرافعة قد تقبلها وقد لا تقبلها بس اتفضلوا في هذا المجلس لنضع ضوابط موضوعية واليات تحول دون عدم عدم التنفيذ كويس وانا بقول نحن في حركة فتح في اللجنة المركزية مجمعين القرارات اللي بدأت تتخذ بدأت تدفن سواء كان فيما يخص العلاقة مع اسرائيل علاقة سياسية علاقة اقتصادية علاقة امنية علاقة قانونية او فيما يخص دور السلطة ومهمة السلطة ووظيفة السلطة في المرحلة القادمة والموضوع الاخر الى علاقة بدور العامل الاقليمي والعامل الدولي واحتكار الامريكان وبعض التكتيكات اللي حاولت ان تحصل وانا احنا تصدنا لها يعني كمان لما فيه اطراف حاولت احنا تصدنا واحنا بنحب نتصدى كلنا مع بعض الاقل برجونا وصدقني اذا توحدنا في هذه المرحلة مخرجات هذه الوحدة لن تكون الا دولة ولن تكون الا انهاء معاناة وعذبتنا وبعدين يعني حتى لو واحد بيجي بيقول لك انا اوكي اتجاهلوني او مش شايفيني او نادوني او مش شايفيني طب انت خلي المعايير تبعتك وطنية يا اخي احنا الكل مستهدف ولكل خسران اه اوكي اغلطنا معك يا اخي بنعتذرلك بنرضيك وهذا الموضوع بنغلط ردة فعلنا بنغلط بحق الشعب الفلسطيني بحق قضيتنا بحق مشروعنا انقسامنا لنصالح مين ردحنا لبعض لصالح مين احترامنا وتقديرنا لتاريخنا ومن هنا انا بقول للفتحوين انا اتمنى انه احنا ولا واحد فينا ينزلق الى مربع الردح ولا واحد فينا ينزلق الى مربع ردات الفعل واحنا نبقى مبادرين بالمعنى الايجابي بما في ذلك انه احنا لا نتحدث الا عن فضائل هذه الحركة وعظمة هذه الحركة في مسيرة الشعب الفلسطيني واللي بغلط علينا اللي غلط معنا الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه وبنقولهم اللي بشوفنا بقلبه الاسود احنا الفتحويين بنشوفه بقلبنا الابيض وبحب وباحترام والكل الكل بده يمشي اجبال وديان لحديت ما يلحق الدرجة والمستوى اللي احنا قدمناه من اجل هذه القضية من واحد واحد خمس وستين الى الان طيب سواء كان في موضوع الوطنية الفلسطينية او في فكر المقاومة كشيف رجينية عنه تكون لفلسطينيين او في مفهوم هذه الحركة للوحدة الوطنية ولقانون التسامح والمحبة والاحترام طيب اللواء جبريلي رجوب ما هي معايير نجاح اعمال المجلس بالنسبة لكم كفاتحاوي أنا كفاتحاوي انا بقول لك المعايير انه الوحدة الوطنية نبحث عن آليات نعم المعايير انه احنا نحافظ على هذا الاجماع الدولي نعم ما نطلعش من من مربع الشرعية الدولية نعم الموضوع الاخر انه القدس احنا نقر آليات وقوانين وانظمة ولوائح وبرامج والموضوع الاخر انه احنا نكون موحدين امام اي تدخلات اقليمية او غير اقليمية بدأت تشتغل الواسطة او بدأت تشتغل الوصي علينا او على مشروعنا وتحديدا احنا كمان لازم نعتمد على الموقف العربي انا بقول لك ما اقر في قمة عمان وما سمعناه من الدول العربية يعني محورية مصر واسعودية وانا بقول لك احنا في كل الاحوال هاي الدول احنا ما سمعناه منهم على مدار الفترة الماضية يشكل اساس انه احنا في عنا شبكة امان حسا غيرهم اي حدا بده كذا الى اخير انا بقول لك احنا كفتحويين لن نسمح ولن نقبل ولكن احنا حابين كلنا نكون في نفس القد هلا كمان احنا لما انطلقنا في الخمسة وستين وبعدنا اخذته سنوات عشرين سنة واتشطر كمان لحد يتماش اسمه وكثير كمان من القرات لما الاخ ابو عمان رأى في الاربع سبعين على الامنتحدي البعض قال هذا يوم السلد على حداد بعد بسنتين ثلاثة تذكروا فبرضو كمان احنا هذا هو نهجنا الفتحاوي ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بخلق حالي من النطج السريع عند الجميع وادراك ان الوطن اهم من اي ارتباط واهم من اي مصلحة مع اي طرف في الاقليم او في غير الاقليم نعم في ناس بدون يخلوا الانقساب في ناس لهم مصلحة هو سعيات للقاسم السلماني ولا شو اسمه هذا سلماني القاسمي هذا مبارح تذكر يا اخي انه احنا كذا طيب يا اخي انت شو عم تعمل معلش سيبنا من هالموضوع هذا وغيره كمان كمان في اطراف عربية انا بقول لك لعبته بتلعب كمان يسيبوه من هالموضوع هذا بتكون تدعموا الشعب الفلسطيني تفضل ادعموا من خلال حكومة وفاق وطني لكل وفاق عليها وجاهزي انها تكون حكومة خدمات لكل الشعب الفلسطيني وبراقبتكو كل يدكو فلا شو من هون انا اتمنى وانا بقول ومن قلبي وباسم اللجنة المركزية والمجلس التوري كل الفتحويين تعالوا يا اخوان خلينا نبني وحدي تأسسنا شراكة على برنامج دولة برنامج هوية اللي احنا كلياتنا دفعنا دم كلياتنا دفعنا معانا واسر ووووو وانا ترفع حتى في حديثنا مع بعض او عن بعض الى مستوى المسئولية الوطنية الفلسطينية البعيدة عن فيروسات الفصائل والجهوية او الشخصية كلها يجب ان تجير لصالح القضية الوطنية الفلسطينية اشكرك بركة لبك اللي واجبه لرجوب من سالة لاجل المركزية حركة فتح اللي بشاركة الطيبة في ملف اليوم مشاهدين كرام نشكركم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من ملف اليوم عشية نعقاد اعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير لكم مني حسن ابو الرب التحية والتقدير ومن زملائي هيثم عقل في الانتاج الاخباري والتنسيق وايضا محمد ديرية في الاخراج لكم ولهم جميعا التحية والتقدير وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة